حقيقة أنه ما يحدث لو هنتكلم تحديداً نبدأ بالسودان على سبيل المثال الوضع غاية في الدقة والتعقيد ومصر بتدير الملف بشكل الحقيقة يجب أن نتوقف عنده خليني أعرف من حضرتك ونوضح المشاهدين كيف تتعامل مصر مع هذا الملف تحديداً طيب خليني نبتدي من زاوية تانية وهي العلاقة ما بين مصر والسودان عشان قدر نفهم المساري اللي احنا هنمشي فيه في دراسة الوضع اللي موجود دلوقتي وزي ما حدك قلت موضوع التعقيد والصعوبة والأزمة الكبيرة اللي موجودة النهاردة فيها السودان واللي احنا بنعطي ربنا أنها تنتهي طبعاً لأن السودان بلد شقيق وبلد عزيز جداً على مصر وهو يعني مش مجرد جوار جغرافي ولكن بنتكلم على عمق تاريخي طويل جداً بنتكلم في النهاية احنا كنا بنتكلم على بلد واحدة وأنه البلد الواحدة دي بيربطها نيل والنيل ده هو مصدر الحياة في مصر والسودان أواصر وطيدة جداً عائلات ربما فيها المصر وفيها السوداني مناطق موجودة يعني كثيرة جداً مصريين موجودين في الخرطوم نتذكر في التاريخ الكلاء الحربية كانت موجودة في الخرطوم التدريبات الجيش المصري كانت موجودة في السودان وقت يعني قبل الحرب عشان في وقت معين كده كانت الجهود العسكرية كلها موجودة في الخرطوم بعثات مصرية كثيرة جداً معلمين ومهندسين ومهندسين ري وغيره كانوا موجودين وعايشين في السودان وكانوا محل ترحيب المثقفين السودانيين لما كانوا بيقرؤوا السقافة المصرية ويتفعلوا معها ويتفعلوا بيها وانه هذا التأثير الحضاري الكبير جداً اللي كان موجود بين مصر والسودان اللي ما تقطعش في ولا يوم وموجود طول الوقت والدعم الكبير جداً اللي كانت مصر بتحاول تقدمه طول السنين اللي فاتت ربما في بعض السنوات كان فيه جفوة حقيقة فيه سنوات سابقها لكن مع يعني قدوم السيد الرئيسة الفاتحة السيسي كان فيه ارتباط شديد جداً بالسودان وكان فيه وعي جاء يعني مهم جداً بدور السودان في حدود الأمن القومي لمصر وأهميته وضرورة ان يبقى فيه علاقات وطيدة وتعاون وصيق جداً وانه التنمية متوقفش في مصر لكن يعني تذهب إلى السودان وتصل إلى كيب تاون هنا بنتكلم هنا على طريق كان هيوصل بين مصر وبين لغاية جنوب أفريقي وهنا بنتكلم على دولة بتسعى لتنمية نفسها وان التنمية دي متوقفش عند حدودها ولكن تمتد إلى الجيران والأشقاء وتصل إلى قلب أفريقي ومصر من الدول اللي بتتعامل مع السياسة الخارجية بثوابت واضحة جداً بتتكلم على انه عدم التدخل في شؤون الآخرين ودي يمكن الجملة المفصلية اللي سياسة الرئيس دائما بيأكد عليها طبعاً واللي كانت بتبني طول الوقت مصر السياسة الخارجية عليها احنا لنا تدخل احنا لنا تعالى احنا بنحاول ان احنا طول الوقت نصل إلى سياسة مشتركة فيها الكل الرابح الكل كسبان لما بنحاول نتفق مع بعض لازم أنا طلع كسبان الشقيق السوداني طلع كسبان كل الأشقاء في أفريقيا يطلعوا كسبانين وده الدور الحضاري اللي مصر الجديدة ومصر الجمهورية الجديدة بتشاعوا إلى المنطقة كلها احنا عندنا تجارب في التنمية في دول كثيرة جداً في أفريقيا تحتاجها عندنا قدرات ممكن نوفرها مصر عرضت على دول أفريقية كثيرة إنه تقدر تاخد القدرات الكهربية والمائية وإن احنا نشارك وإحنا الصد تنزانيا مصر هي اللي بتبني مشروعات طبعاً التعاون في مجالات مختلفة يمكن حتى لو بنتابع حديث سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي في أي من المحافل الدولية حديثه لا يخلو عن مصلحة أفريقيا ومصلحة شعوب أفريقيا وإزاي هنقدر نساعد أفريقيا في كل المحافل الدولية هنا الأمن القومي المصري مبني على التنمية وده بزء جديد في مفهوم وصيغة الأمن القومي إنه الأمن القومي ما عادش التفكير اللي ممكن للبعض يذهب له الخطط الاستراتيجية فقط التوزيع المناطق اللي ممكن يبقى فيها خطر وغيره أبعد من ذلك الموضوع أبعد من ده وبقى مختلف كثيراً وبقى فيه متدخل فيه حاجات كثيرة جداً لأنه مصالح الآخرين بتبقى موجودة ومصالحنا موجودة فإزاي نوصل لصيغة مشتركة ما بين كل هذه المصالح ونوصل لمشتركات نقدر نبني عليها علاقات منتدة ونبعد عن فكرة إنه يبقى فيه مشحنات وتشاحن وصراع أو اشتباك فدي النقطة الرئيسية اللي مصر تحركت عليها وحاولت إنها تبني من خلالها شكل جديد للعلاقة شكل جديد بتتسمى فيه عن كل بقى إيه المهاترات اللي ممكن تظهر من هنا أو من هنا واللي ربما البعض بيشوفها على السوشيال ميديا لا إحنا بنتكلم على أشقاء حقيقيين نقسم لقمتنا مع بعض صحيح ودي لازم ناس كلها تفكر فيها السودان مش مجرد دولة السودان عمق حضاري مصر حقيقي وأمن وسلامه أتصور إنه مهمة لمصر ومهمة للسودانيين ومهم إن إحنا نتعاون فيه ومن هنا قدر أقول لحضرتك إنه إذا كان البعض متصور إنه الحل ممكن يجي من بره السودان أنا بقول إنه ده مش هيحصل من وجهة نظري لأنه التجربة أثبتت التجربة أثبتت التجربة أثبتت في دول الحل اللي لازم يجي من داخل السودان ومن أطراف شريفة بالفعل وهنا بتكلم على الطرف المصري الشريف الحقيقي اللي موجود واللي إحنا بنشوفه النهاردة فتح الحدود بتاعته عشان يستقبل الإخوة أشقاء وده بلدهم وإحنا نقسم اللي قمتنا مع بعض ما فيش أي مشكلة وده يعني امتداد مهم جدا يعني إنساني وهنا لو في حد بيتكلم عن حقوق الإنسان وعلى التعامل مع اللاجئين اللي لازم يقصوا على التجربة المصرية طبعا والتجربة المصرية اللي قدمته إنه إحنا ببنبنيش معسكرات لحد إحنا البلد بتاعكو واللي عايز يشتغل يشتغل واللي عايز ينمو ينمو واللي عايز يعمل أعمل هنا بنتكلم على الدول بقى الحقيقية ذات الحضارة وذات العمق التاريخي الحقيقي صحيح إزاي يبقى دولة تحتوي كل الناس لو أنتوا بتكلموا عن تحضر الشعوب تعالوا يعني تحدثوا عن الشعب الشعب اللي بالفترة بيتعامل مع أي شيء وبيحتضل أي شخص وأي جنسية موجودة ده دي الفترة فترة التحضر صحيح وده الشعب المصري ده معدننا ده معدن الشعب المصري إنه يقبل أي حد ويأمن أي حد يساعد أي حد دي مسألة مسكورة في القرآن في الكتب السماوية كلها تقولوا مصر آمنين صحيح مصر هي الأمان اللي موجود في المنطقة وده مش يعني بعض الناس ممكن يشوف دوت إنه فيه نوع من أنواع الشفونية لا إحنا بنتكلم على واقع صحيح بنتكلم على اللي بتذكره الكتب التاريخ بتذكره حتى الممارسات اليومية النهاردة لدولة النصرية اللي فتحت بابها للأشقاء من سوريا فتحت بابها للأشقاء من اليمن من ليبيا من العراق من السودان النهاردة كل الدول العربية مرحب بيها في مصر وده ونرجع تاني للغزو للعراق للكويت والأخوة الكويتين اللي لما جوا معنا في مصر دي كلها رصيد حضاري مصري فإحنا بن دي دي طبعتنا طبعا وده يعني ده سمت دولة مصرية طول تاريخه ترجمة نانسي قنقر